تعهد رئيس التونسي قيس سعيد بالتصدي لكل من يحاول ضرب السلم الاجتماعي مؤكدا ضرورة استمرار عمل المرافق العامة يأتي ذلك بعد إنهاء عمال النقل البري إضرابا استمر يوما واحدا بموجب اتفاق مع الحكومة يقضي بصرف منحة نهاية السنة لعمال الشركة يرى مراقبون أن حركة الإضرابات لن تتوقف في الفترة المقبلة بسطى أزمة اقتصادية وسياسية تعيشها البلاد حركة جولان أسطول النقل تعود إلى العمل في العاصمة تونس وضواحيها بعد يوم من الإضراب المفاجئ إضراب أنهته جلسة تفاوضية سريعة أفضت إلى اتفاق صرف منحة نهاية السنة وعلى الرغم من رفع إضراب النقل يرى نقابيون أن سيل الإضرابات في مجالات أخرى لن يتوقف في الفترة المقبلة أولا طبيعي جدا أن تتحرك أو تقرر عديد القطاعات الاحتجاج بسبب انقلاب حكومة بودن على اتفاقات أبرمتها مع الأطراف النقبية في هذه القطاعات تتحدث عن قطاع النقل تتحدث عن قطاع الفلاحة الكهرباء والغاز المياه عديد القطاعات التي من المفروض أن تطبق حولها اتفاقات بشأن عدد من الملفات المهنية والاجتماعية لكن للأسف مرة أخرى تفاجئنا حكومة بودن بتنكرها لهذه الاتفاقات وهو ما يضرب مصدقي التفاوض ويرى مراقبون أن تزايد وطيرة الإضرابات في الفترة المقبلة سواء في قطاع التعليم أو شركة توزيع المياه وغيرها تعد تحركات ذات هدف سياسي أكثر منه نقابي تحركات قد تكون تكلفتها كبيرة على الاقتصاد التونسي هو بالفعل كل البوادر تقول أن اتحاد الشغل لن يتوقف عن تنفيذ إضرابات في الفترة القادمة وهذا يعتبر مؤشر مخيف بالنسبة للمنظومة الاقتصادية في تونس والمنظومة المعيشية لأن الأضرار ستكون واضحة من خلال هذا التسعيد في العمل النقابي وفي الإضرابات وفي المقابل يكثف اتحاد الشغل لقاءاته مع العديد من المنظمات الوطنية أبرزها ربطة حقوق الإنسان وعمادة المحامين وغيرهم من المنظمات للبحث عن أرضية حوار وطني ما يخرج البلاد من حالة الانسداد السياسي التي تعيشها إضرابات نفذت وأخرى قادمة في قطاعات عديدة يوازيها قلق متنام على اقتصاد تونسي يمر بأسوأ حالاته منذ عقود ومن تجلياته أزمة مالية وسياسية خانقتان زادتهم الظروف الدولية تعقيداً سيف الدين العامل سكاي نيوز عربية تونس أرحب بضيفي من تونس معنا وزير التجارة السابق والقيادي في حركة الشعب محمد المسليني وأيضاً معنا الصحفي في جريدة الشعب الناطقة باسم الاتحاد العام التونسي للشغل نصر الدين ساسي أهلاً وسهلاً بكما أبدأ معك أستاذ محمد المسليني إذا كان الحكومة بمقدورها صرف المنحة السنوية وهو ما حل المشكل وأنهى الإضراب لماذا لم تفعل ذلك في حينه برأيك ولماذا دفعت الموظفين للجوء لاستخدام ورقة الإضراب والضغط عليها بهذا الشكل أولاً تحية لك ولكل متابعيك ولضيفك الكريم شكراً على الاستضافة لمناقش هذا الموضوع أنا أعتقد أن هناك خلال في العمل الحكومي هذا لا شك ولا اختلاف في ذلك وهو أن اتخاذ القرار يبدو أنه متعطر شيئاً ما كان مفروض إذا كانت هناك إمكاني لدفع هذه المنحة ومقدرة أعتقد ليست بالحجم الكبير فكان مفروضاً تدفع ونتجنب حالة الضراب العشوائي وأعتقد أن حتى المركزية النقبية القيادة النقبية ليست على راحة ليست مرتاحة لمثل هذه التحركات اللي غير مبرمجة والغير قانونية صح التعبير ولكن لحد ما تحمل الحكومة مسؤولية تتباطوا في معالج بعض الملفات المفروض أنها تعالج قبل أن يقع المحظور أما الحديث على أن هذه الضربات سيكون لها بوع سياسي أنا أعتقد أن المركزية النقبية نأت بنفسها وإن كانت تهتم بالشان العام والشان السياسي نأت بنفسها أن تكون توظف الحالة الاجتماعية والضربات إلى غراز سياسية إطلاقا أعتقد أن الخطاب الذي نسمعه من المركزية النقبية يبعد كل البعد عن محاولة توظيف الوضع الاجتماعي الصعب ومطالب القطاعات المهنية لأغراض سياسية هذا لا ينفي عن الاتحاد أن يلعب دور سياسي وقد لعبه طيب خلينا نسأل ضيفنا أيضا من تونس ساد النصر الدين ساسي هذا الإضراب يبدو أنه كان مفاجئ لم يكن مجدول مفروض أنه فيه إضراب عام لكل النقل الجوي البر البحري في 25-26 الشهر الحالي هل حل مشكلة الإضراب الحالي؟ يعني احتمال تأجيل أو تعطيل هذه الإضرابات المجدولة أم أنها ما زالت حتى الآن مجدولة وسيكون فيه إضراب في 25-26 والمشكلة لم تحل مع الحكومة بعد شكرا على الاستضافة تحية لك ولمشاهدي قناة سكاي نيوز عربية وتحية لضيفك الكريم بالطبع هناك إشكال في علاقة بتسديد الأجور لأعوان وعمال النقل وهذا الإشكال ليس بجديد هناك تأخيرات متواترة في تسديد أجور عمال النقل لم تكن هناك مفاوضات جدية في الحقيقة وهذا ما دفع إلى الاحتجاج وهذا ما رفع من وطيرة الاحتقال لدى الأعوان لأن الأزمة الحقيقية في علاقة بين الطرف النقابي لقطاع النقل ووزارة الإشراف هو غياب الحوار الاجتماعي وغياب التفاوض يعني لا وجود لمفاوضات دورية حول واقع القطاع اليوم مجمل المفاوضات أو جل المفاوضات تدور بفعل الأزمة أو تحت ضغط الأزمة إذن هناك مشكل في استمرارية الحوار هناك تشريعات اليوم ترفض الحوار أو تكبل وتقلص من هامش الحوار وتضع الوزارة خارج دائرة التجاوب والتحاور مع القطاعات إذن كان بالإمكان تجاوز هذا المشكل في أجاله وكان بالإمكان بأن تتعهد الوزارة قبل موعد الاحتجاج وقد سبق للطرف النقابي أن نبه الوزارة إلى ذلك ولكن لم يكن هناك تفاعل ثاني الأشياء وهي على غاية من الأهمية أن شركة النقل اليوم بدونس ليس يوجد مسؤول على رأسها هناك فراغ إداري على رأس هذه المؤسسة وهذا مما يزيد من صعوبة وجود طرف يمكن أن يحاور طرف النقابي وأن يلتزم نتمنى أن يكون تاريخ 16 من هذا الشهر يناير جانفي أن يكون تعهد الحكومة نافذاً وأن تنفذ تعهداتها حتى لا تتأزم الأمور أكثر خصوصاً في انتظار إضراب قادم سيكون إضراباً قطاعياً برا وجوا وبحرا طيب الآن نريد أن نتحدث بشكل أوسع عن هذه الأزمة التي مستمرة مع تونس منذ أشهر أستاذ محمد حضرتك أشرت إلى وجود خلل في الأداء الحكومي فيما يتعلق بالمدفعات وغيرها لكن الآن في خطط وفي مشاريع للاستثمار أكثر في القطاع الاقتصادي القطاع الخاص هنا كما تطرح الحكومة برأيك هل ممكن أن يكون هذا بداية الحل الصحيح بداية الحل الصحيح لجلب العملة الأجنبية لتوفير شروط صندوق النقد الدولي والتفاهم معه ما الذي يجب على الحكومة فعله من أجل الخروج أو بداية الخروج من عنق الزجاجة في هذه الأزمة أزمة المدفعات والرواتب وأيضاً العملة الصعبة عموماً هناك دعوات عديدة في البلاد حتى من المقربين من الرئيس والدعمين للرئيس لتحويل حكومي شامل باعتبار أن هذه الحكومة فشلت في إدارة شان البلاد وهذا أيضاً حتى القيادة النقبية متفقة مع هذا الرئيس حسب ما ورد في خطباتها يعني قد يكون هذا الأمر بعد انتهاء الجولات الانتخابية ولكن في كل الحالات هناك ضرورة لتغيير حكومي واسع وبرنامج إنقاذ شامل طبعاً هناك صعوبات اقتصادية ما في ذلك شك وهذا فيه جزء موروث عن العشر سنوات السابقة وفيه جزء أيضاً متعلق بالأوضاع الدولية ما في ذلك شك ولكن أعتقد أنه حتى الموازنات التي تقدمت بها وقانون مليل تقدمت بالحكومة لا يساعد على تنشيط اقتصادي سليم يمكن أن يوفر العملة ويمكن أن يلشط الاقتصاد حتى يخلق مستوى من النمو يسمح بخلق الثروة وخلق فرص العمل هذا يتطلب أيضاً من الرئيس أن يتدخل بقوة ويفتح حوار مع الأطراف الاجتماعية والسياسية الدعمة لهذا المسعر لإيجاد حلول لتنشيط اقتصادي يسمح بعدم التعويل على الاقتراض والحلول السهلة في مواجهة أزمات البلاد طبعاً نحن دائماً نقول أن صندوق النقد الدولي شره لابد منه الآن في هذه المرحلة التي تمر به البلاد ولكن أعتقد أن هذا الملف الآن مؤجل إلى غاية مارس المقبل للبت في القرض 1.9 مليار دولار على أربع سنوات وهو لا يحل المشكلة في النهاية لأنه لابد الحكومة التونسية أن تبحث عن موارد أخرى لتوفير حاجيات الميزانية وهي في حدود 25 مليار دينار أي ما يقارب تقريباً 5.5 مليار دولار فهذا الكل يتطلب فعلاً إرادة سياسية تحملها حكومة لها برنامج لإصلاح البلاد وتطمأنة المستثمرين الخواص والداخلين والخارجيين في كثير من القطاعات المهمة الخالق للثرو والبعث النمو من أجل الإقدام على الاستثمار وتغيير وجه الوضع اللي نحن عايشين حتى تتتوفر العملة وحتى يقل الضغط على المستهلك وعلى العامل وعلى المنظمات ويحط البلاد على سكة الإصلاح طيب هنا إذا عدنا إلى الاتحاد العام التونسي للشغل السادة نصر الدين يعني أكيد هو لاعب سياسي في هذه المرحلة بقوته وكان منذ 2011 وربما قبله حتى له دور مهم على الساحة هنا الحكومة تتهمه يعني والرئيس قيس السعيد يقول بأنه هذه الإضرابات تهدد السلم المجتمعي وأنه سيتصدى لها وبشكل قوي في تجديد لحالة الطوارئ كيف يتابع الاتحاد العام التونسي للشغل آثار قراراته على الأرض على الناس هل يرى أنه الشعرع والشعب يؤيد مواجهة الحكومة بعصى الإضرابات أم أنه فيه ربما تململ من الشعب من شل الحركة المرورية كوسيلة للضغط على الحكومة هو بداية يجب أن نتفق وأن يتم الإقرار بأن البلاد بها عدة أزمات اليوم هذه الإضرابات ليست لإرادة أو لغايات سياسية وإنما لاستفحال أزمة بمختلف القطاعات الاقتصادية هناك مشكلة اليوم في البلاد لا يجب أن نغضى العين عن هذه المشاكل وعن هذه الأزمات الموجودة في القطاع العام بشكل بارز يعني اليوم اليوم نتحدث عن تأزم أوضاع الصحة وتأزم أوضاع النقل وتأزم يعني أوضاع التعليم اليوم لا وجودة خصوصا لوجودة لمقاربة لإصلاحات قطاعية ولسياسات قطاعية يمكن أن تستجيب لانتظارات المواطن التونسي هل يعقل اليوم أن تشهد كل هذه القطاعات الاقتصادية وهذه القطاعات الخدمية الاجتماعية تدهورا غير مسبوك مقارنة بالسنوات الماضية كان يفترض الاستثمار أكثر في كل ما هو خدمي واجتماعي لتتخذ هذه الدولة وهذه الحكومة وليجسد رئيس الجمهورية اجتماعية الدولة اليوم كل هذا غائب وزد على ذلك غياب الحوار وغياب التشاركية نحن لا نرى يعني طريقا إلا عبر الحوار والتشاركية لاندماج الجميع اليوم لا يمكن الحديث في تونس عن حلول منفصلة عن بعضها البعض اليوم ضروري في تونس أن تكون هناك مقاربة شاملة تجمع الاقتصادي بالسياسي والاجتماعي ثالثاً وتفاعلاً مع سؤالك اليوم السلم الاجتماعية ليست مطروحة على عاتق الاتحاد العام التونسي فقط هذه السلم الاجتماعية يجب أن تسعى لها الحكومة من خلال احترام الحق النقابي واحترام تشريعات العمل وخاصة أن هذا الحق النقابي دستوري ومدستر ووارد بالدستور إذن الحوار وديمومة الحوار الاجتماعي لا يمكن أن يكون الحوار الاجتماعي أو حتى الحوار السياسي يعني متصلاً بسياق متأزم أو متصلاً بسياق أزمة اليوم الحواري يجب أن يكون مستداماً ويؤدي إلى حلول تستبق الأزمات هذا الحس الاستباقي الغائب إلى حد الآن عن الحكومة ولا يمكن في آخر المطاف تجريم التحركات النظلية للأعوان الذين لا يمكن أن يقبلوا بغياب الحوار وعدم الاستجابة لمطالبهم في العيش الكريم سيد محمد هنا نرى أنه في صعوبة أداء في الحكومة التونسية كما ترى المعارضة أو الاتحاد العام تونسي للشغل هنا الذي يبدو أنه تحمل عمل المعارض السياسي خروج الأحزاب من العملية السياسية هنا هكذا هو الوضع لكن هنا أليس بسبب آخر خريطة الطريق تم وضعها يبدو أن الرئيس قيس السعيد قد وضع نفسه في يعني عين العاصفة لأنه الآن صحيح الاتهامات أو الانتقادات تذهب للحكومة لكن الوحيد الذي يتحدث الذي يسيطر على المشهد بشكل كبير هو الرئيس قيس السعيد لماذا لا يوسع دائرة المسؤولية ويشاركها مع بقية السياسيين هنا حتى لا يبدو كأنه هو المحيد المسؤول عن الوضع حاليا ويتحمل وزر كل ما يحدث اسمح في البداية أن نعلق على سؤالك الأول وهو لا يمكن إنكار أن هناك تدمر شعبي من الضربات هذه لا شك والاختلافها بغض النظارة لحقوق المطالبين بهذه الحقوق فدائما هناك شريحة غير نقبية وغير تتدمر من هذا لا شك والاختلاف وحتى قيادة المنظمة النقبية تعتبر أنه أبغض الحلال عند النقابين هو الاضراب هذا لا شك والاختلاف ثم أنا لا أعتقد أن الرئيس يتوجه بكلامه للمنظمة النقبية بل هو يحاول أن يفرق بين بعض الأطراف السياسية وبعض المنظمة النقبية التي نأت بنفسها عن الوضع السياسي أو المشاركة في بعض التحركات السياسية حتى لا يحسب عليها هذا اليوم فيما يتعلق بالرئيس فعلا هو هناك نقيصة حقية لا يمكن إنكارها وأنه إدارة مرحلة ما بعد 25 جويلة كانت إدارة فها كثير من الهنات أهم من الهنات هو غياب التشاركية على الأقل حول المؤيدي للرئيس جمهورية رئيس جمهورية يبدو أنه ثقته اهتزت في كثير من الأطراف أنا على الأقل نحن في حرك الشعب كنا على تواصل دائم مع الرئيس وكنا نقدم كثير من الأراء وكثير من النصح للرئيس نتمنى أن يتغير هذا الوضع الآن وأن يسعى الرئيس إلى إحاطة نفسي بحزام من السياسيين والمنظمات الاجتماعية سوى كان نقبية ولا غير نقبية ومجتمع مدني وشخصيات وطنية قادرة تعطي للإضافة وحاسم أمرها في عدم العودة إلى مقابل 24 جولة في ذلك اتحاد عامة الشغل ولا على رأس اتحاد عامة الشغل من أجل طرح جملة من البيانات والأفكار والأراء والتصورات لإخراج البلاد من وضحها أن البلاد لا يمكن إنكار أنها فيها وضع مأزوم صحيح أنه هناك مغالاة في بعض القضايا السياسية والوضع في البلاد والأمن المستتب ولكن هناك بعض الصعوبات حقيقية في تواجه البلاد والرئيس ساهم بشكل أو بياخذ في استمرار هذه الصعوبات لا بدأ لك شك ونحن ننصحه من هذا المنبر ومن غير هذا المنبر أن ينفتح على هذه الأطراف الدعمة من أجل خراج البلاد من وضحها طيب الآن في سؤال هنا يطرح بأنه وأوجه السؤال هنا لأستاذ نصر الدين ساسي هنا الشعب أيد الرئيس قيس السعيد عندما انتخبه وأيد قراراته في يوليو بعد ذلك صار في تغير في نسبة هذا الدعم رأيناها انعكست في التصويت على الدستور والانتخابات هل برأيك أنه أصبح في تراجع في ثقة الشارع بأنه في مشكلة في إصلاح الاقتصاد يحتاج إلى مسار مختلف عن إصلاح السياسة يعني ممكن أن يكون الرئيس قيس السعيد أدى شيء مهم في موضوع الفساد في التخلص من الطبقة الفاسدة من الإدارة الفاسدة السابقة لكن الاقتصاد يحتاج إلى خبراء وإلى خبرة وإلى مسار مختلف آخر هل هناك توجه إلى هذه النظرة برأيك هذا الطرح في شيء من المنطق بلا شك نتائج الانتخابات يجب أن تكون محطة مهمة للتقييم خصوصا مع ضعف الإقبال على الانتخابات وهذه الرسالة التي يجب على السياسي أن يلتقطها وأن يفهمها وأن يبحث في كيفية تجاوز الأخطاء المسألة الأولى هي مسألة المراجعة يجب اليوم أن تطرح إمكانية المراجعة والتراجع في قرارات لم تكن ناجعة لأن السيطرة كما يقال في لغة كرة القدم يجب أن ترتبط بالنجاعة فالسيطرة وحدها لا تصنع الانتصارات اليوم في تونس لا وجود لنجاعة على مستوى الخيارات ونلاحظ هناك ضبابية في هذه الخيارات وحتى قانون المالية الأخير الذي تم إصداره منذ أسابيع كان قانونا أحدية الجانب لم يقع تشريك بقيط الأطراف الاجتماعية فيه وكان قانونا يعتمد في جانب كبير منه على المديونية أعتقد أن اليوم هناك يمكن اللجوء إلى الحلول الداخلية والمديونية الداخلية الحل يمكن أن يكون تونسيا من خلال تشريك جميع الأطراف لأن الشكل الأحادي الذي تدار به اليوم خاصة من خلال رفض الحوار لا يمكن في الحقيقة أن يؤدي إلى نتائج مهمة وإلى خيارات وطنية تجمع جميع الأطراف لأن طاولة الحوار يمكن أن تستع للجميع ويمكن يعني دفع جميع الأطراف إلى إنجاح هذه الخيارات بدل عدم فهمها طيب سأبقى معك أستاذ نصر الدين ساسي لا أعرف إذا كان أستاذ محمد يسمعني سمعته يقول انقطع الصوت أستاذ محمد تسمعني حتى يعود الصوت لأستاذ محمد أستاذ نصر الدين ساسي برأيك الآن مع الخطة التي طرحتها الحكومة بأن الأفكار أن المخرج هو الحصول على استثمارات أجنبية في القطاع الخاص تحديدا في ظل هذه الأزمات الإضرابات التي تحصل والتغطية الإعلامية لها الخلافات الحاصلة هل هذا جو يشجع أي طرف أجنبي على الاستثمار في القطاع الخاص في تونس بالطبع لا بالطبع لا ومطروح على الحكومة أن تقوم بتنقية مناخ الاستثمار وأن تكون جالبة للاستثمار الاستثمار لا يمكن أن يأتي إلى بلاد فيها يعني نزاعات سياسية وفيها طوائف سياسية متشضية الاستثمار لا يمكن أن يأتي إلى بلاد لا تحترم تشريعات العمل ولا تحترم الحقوق والحريات إذن هناك صورة يجب أن يتم الترويج لها لا تحترم 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 إلى حد الآن غير ناجعة على مستوى جلب الاستثمارات لبلادنا من خلال الترويج لصورة جديدة ما بعد 25 جوليا ثاني الأشياء هو أن الاستثمار في القطاع الخاص بالنسبة لتونس لا يمكن أن يكون هو بمفرده من يواجه أو يفتح الباب يجب على الدولة هي أن تبادر بالاستثمار وهي التي تذهب إلى الجهات النائية والجهات الأقل حظا لأننا نعرف للأسف الشديد أن الاستثمار في القطاع الخاص غالبا ما يتبع البحرات ويتبع الطرقات ولا يذهب إلى المناطق غير المحظوظة إذن على الدولة كذلك أن تقوم بواجبها في الاستثمار في القطاعات الحيوية أن تقوم بواجبها في إصلاح قطاعي العام لأنه لا يمكن النهوض الاقتصادي بمؤسسات عمومية عرجاء ومنهكة طيب أستاذ محمد المسليني أعتقد أنك تسمعني الآن عدت إلينا سالما في هذا الصوت كنت أسأل عن أنه موضوع الإضرابات والوضع والخلافات الحالية هل توفر جوا جاذبا للاستثمار كما تأمل الحكومة في خطتها استثمارات أجنبية في القطاع الخاص وستاذ نصر الدين الساسي ألقى بالكرة في ملعب الحكومة التي يجب عليها أن تحل مشاكلها مع القطاع العام لكن هل هناك دور لالاتحاد العام التونسي للشغل أو القطاع الخاص في هذه الخطة أو مسؤولية عليهم بالتأكيد بالتأكيد الاستثمار ركيزته والاستقرار الاستقرار السياسي والاجتماعي أيضا ركيزها وعنصر أساسي للاستثمار الداخلي والخارجي لا يوجد مستثمر يمكن أن يقدم على عملية استثمار إذا كانت هناك وضع مضطربة وأعتقد أن الاتحاد له دور في هذا الموضوع وهو من خلال الحرص على سلامة المسار الاشتماعي وأعتقد أن الأيام المقبلة ستشهد أعتقد ذلك أنه ستشهد حالة من الانفراج وأتمنى أن يكون هناك انفراج بين المنظمة النقبية وبعض المنظمات الأخرى التي تتحاور الآن من أجل طرح بعض المبادرات لمحاولة الخروج من أزمة مثل عماية المحامين والرابطة من سيد دفاع القنسان وبعض المنظمات الأخرى وأن يكون هناك حوار مع رئيس جمهورية من أجل تشريك أكثر أو تشاركي أكثر في وضع هذا البلاد لكن اسمح لي أنا أعتذر منكم بسبب انقطاع الصوت دهمنا الوقت فأرجو أن تسامحاني علينا أن نتوقف هنا الشكر الجزير لضيفي من تونس وزير التجارة السابق والقياد في حركة الشعب محمد المسليني وأيضا الصحفي في جريد الشعب الناطقة باسم الاتحاد العام تونسي للشغل نصر الدين ساسي ترجمة نانسي قنقر